السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اه ان شاء الله اليوم هنبدأ في الجانب العملي مما ساق اه نظم ادارة قواعد البيانات اه بالجانب العملي زي ما تحدثنا سابقا انه هنتطرق الى اسيكيوال الانجوج والفانديمنتل تبعتها والمنهج المقترح عنا اللي هو المنهج اللي موضوع من قبل شركة وراكد. اه في البداية سوف اقوم بعمل ست اوب للداتابيس. الداتابيس اللي هل هي الـ 11G اكسبريس اديشن. نعمل طبعا هذا اللي هو التقرير يعني موصوق بنحط اكسبت. بقول انت هتنزل هادف السي. انا بدا نزلها في وين? في مكان تاني. في الاف. نقولكم الآن في الاف. براوز. خليع بالاف. موافق. صرعا ندي بالاف. نكست. امتر باسورد طبعا هلا بنحط واحد اتنين ثلاثة اربعة خمسة ستة. نفس الشيء. وان تو تري فور فائب سيكس. هادي الباسورد اللي هي عبارة عن السيس والسيستيم داتابيس اكاونت. نستول. طبعا نظرا للوقت انا هعمل باوش للتسجيل. وان بعد ما خلص اصل سيطاب حطينا فينش. نجرب نعمل اسيكيوهل. ونشوف كيف بنعمل على على طبعا نكتب نكتب سيس سلاش واحد اتنين ثلاثة اربعة خمس ستة. از دي بي اي. سيستيم دي بي اي. اذا احنا اتاكدنا انه الداتابيس. اه سيرفيس شغالة عني. تمام? الان احنا بننجي بنستخدم اللي هو برنامج اللي احنا شغلناه في المعمل. الاسيكيوهل بنزل من موقع اوراكل. طبعا اي مش مشكلة. اه في هذا الدرس اه اول شيء سنتعلم كيف نعمل اللي هو ونتعلم كيف نشبك على الداتابيس نعمل لها. طبعا اول شيء احنا بنعمل نيو كونكشن. الكونكشن اللي عندي. طبعا احنا في عندي طريقة للكونكشن كونكشن سمي سيس كونكشن. طبعا هنا بدخل بصفة ممكن على اد من او ممكن احنا نقول له ايش نجرب كده نجرب تست. اذا انا بدي استخدم ايش كلمة سيس. واقول له هنا واحد اتنين تلاتة اربعة خمس ستة. واقول له تست هيك ساكسس. تبك معانا بنعمل كونكشن. واحد اتنين تلاتة اربعة خمس ستة. اوكي. هاي اللي عندي موجود. طبعا هاي كل اللي موجود عندنا. اه الخطوة التانية انه في عندي انا ده هو اللي هي هاي هاي موجودة تحت يوزر اسمه اتش اار. اليوزر الاسمه اتش اار موجود في تحت السيس. هنا لو نزلنا تحت. بنلاقي اضر يوزرز. بنروح لمين? اليوزر اسمه اتش اار. ونعمل كليك يمين عليه. ونقول له ايه ايدت يوزر. بنلاحظ انه احنا عنا هنا خيارين على تشيك بوكس. مكتوب انه باسورد اكس باري. يعني بتخيل بتخلص. يعني اليوزر مصد تشينج نيكس لوجين. بنشيل هم هدول التنين. والاكاونت ان لوك بنحط له الباسورد اتش اار اتش اار. تمام? بنعمل تطبيق للكلام هذا. اوكي. نجرب روح نعمل كل نيكشين جديد. نساك هذا. وروح نعمل كل نيكشين جديد بالايه بالاتش اار. لك يعني اسمه اتش اار. اندرسكور. طبعا هنا هو عبارة عن يوزر عادي. اتش اار تست. بنقول له صار عندنا ايه? اتنين اللي هو اللي هي وعنده السيس اللي هو المسؤول عن الدياتابيس كلها. سيس هو عبارة عن الادمنستريتر ارتباع اللي ايه? الدياتابيس. دهو سيستن ادمنستريتر. هيك احنا بنكون جهازنا الانفيرومنت انه ان نقدر نطبق عليها اللي هو الجمل اللي احنا هنتعلمها ان شاء الله من خلال العملية. نيجي للمحاضرات اللي موجودة عنا ونبدأ نشرح فيهم. اول درس عنا وهمهم رقم واحد انه بقول لك طبعا الاسيكيوال باختصار لستركتشور كويري لانجوج. استركتشور كويري لانجوج هذه تستخدم مع الديشنال داتابيس. اول شيء بدنا نتعلم كيف نجيب معلومات. يعني اجلب معلومات. معناها اسيكيوال ستيتمنت. ستيتمنت في البرمجة يعني لها نهاية. بعد ما تخلص الكورس هادا لازم يكون عندك الخدرة لك تكتب اسيكيوال وتعمل اجزيكيوت تطبقها وتجيب بيانات بشكل عام. طبعا الاسيكيوال لها اربع تصنفات. اربع. اول حاجة هي حاجة بسموها داتا مانيبيوليشن لانجوج دي ام ال. هيها الاختصالات هادية او الابري فييشن هذول اللي هو ما سيلكت معناها انو بتجيب بيانات انسيرت بتضيف بيانات بناubdeyt بنعدل delete بنحدث بنخذف ميرج بندمج. هذول الاوامر تابعين اللي هو اسمها dml. بعد هيك في عنا حاجة بسموها دي دي اال لهي داتا 하리 drop. حذف. تغيير اسم. تفريغ. خزن. طبعا لاحظ هذه الاشياء موجودة هنا ولا كم شكل اخر. يعني مثلا زي كلمة التر هنا معناها ابدال. اذا دي ام ال تتكلم هنا انه احنا بنتكلم عن داتا. هنا بنتكلم عن ستركتر. لمين للتيبل. تمام? في عندي ترانس اكشن كونترول لانجوج. لي تي سي ال. اللي هذي بتتكلم عن اللي هو العمليات اللي انت بتعملها في الدي ام ال. ممكن تعمل كومت. يعني برضو في الدي دي ال كومت. يعني هذي كومنت. وهذي كومت. كومت. يعني انه خزن الاجراء. ما فيش تراجع عنه. تراجع. نقطة حفظ او نقطة امنة. تعملي تدي ام ال. لو انت عندك. تعمل تطبيق معين. وبدك تتراجع عنه. تتراجع لنقطة معينة. هي عند داتا كونترول لانجوج. اللي بتتكلم عن الاكسيز. والصلاحيات زي جرانت. منح ورفوك. سحر. بشكل عام. نبدأ على بركة الله في اول مهمة عنا وهي الاسكيون. السيليكتي ستيتمنت الها نوعين. مع بعض. السيليكتي ستيتمنت الها نوعين. في نوع. تستخدامها. انه لما انا بكلم انه سيليكت. بجيب عمود. فيه سيليكت بتجيب رو. لو كانت سيليكت. بجيب عمود بسموها. وهذا بسموها على سينجل تيبل. لو كانت بتجيب روز. سموه سيليكشن. في عندي. الشيء اللي انه ممكن اجيب البيانات. من اكتر من جدول. باستخدام حاجة بسموها جون. يعني بتربط الجدولين كأنهم جدول واحد. بمفهوم الريليشن. لذا بيتذكرين لما احنا حكينا انه احنا بنتعامل مع ستس. هنا برضو الجداول بدمجهم مع بعض من خلال الجون. بشكل عام. السيليكتي ستيتمنت. الديفنيشن تبحها كالتالي. السينتاكس بنكتب سيليك. في عندي نجمة. هادي معناها اور. في عندي اوبشنال ديستنكت. معناها بدون تكرار. اسم العمود. ممكن بنستخدم اكسبريشن اريثمتك اكسبريشن بنحط الياس اسم مستعار. ممكن كل العمدان بعض الاعمدة. اذا الاول ايش بنبدأ بسيليكت. وفروم اسم التابل وهنا اسم الكولوم اللي موجود عندنا. تمام? اه نستخدم ستار رسمتك. اللي هي النجمة هاي. سيليكت نجمة فروم اسم الجدول. طيب ايش الجداول اللي موجودة عندنا نجي نشوف. عشان تعرف اسم الجداول اللي موجودة عندك في اي يوزر تكتب الامر هادة. عم نكبر الخط شوية. بريفرانس نجي على ايه? كود ايدتور فونت ونزيده ايه? نخليه ستاعش. لو كتبت سيليكت نجمة وعملنا لهذه. تاب معناها انه جدول افتراضي يحتوي اسماء مين? التيبلز اللي موجودة عندنا داخل اليوزر اللي احنا بنحكي عنه. اليوزر اللي هو اللي احنا تشغلين عندها في قلب ايه? التيبلز هادون. تمام? هدي اول امر. طيب لو احنا حطينا سيليكت نجمة فروم امبليز. طبعا هي الاول حاجة تعرفها ان الاسكوال مش كيس كمام? امبليز. هي بتجيب لك ايه? طلع هنا. يمين. قلنا كونت روب. قل لك عندي مية وسبعة. اذا انا عندي مية. سبعة موظف جاب لي بياناتهم كلهم. ايش تبيه كلهم معناها? انه جاب كل الاعمدة وكل الصفوف. تمام? طبعا. احنا نيجي هنا نكتب اسم عمود. نكتب الفيرس نيم. هيك بيجيب لي الاسم الاول. فصار عندي نجي كمان نكتب هيك خيار تاني بيجيب الفيرس نيم بينهم ايش? كما. طبعا. نكتب هنا السللي. صار عندي فيرس نيم ملاصف. طب هاد البيانات وين بتروح? هادي عبارة عن فيرشوال. بيطلع لك ناتج عن جملة الاسكوال. كمام? نطبق هاد ونرجع. طبعا هادا بيحكي بيقولك انه اخترنا اعمدة معينة. طبعا بيقولك الاسكوال يعني مش حساسة لحالة الاحرف. كان ممكن تبقى على اختر من من سطر. كانت بي ابريفياتد اور سبلت. يعني مش ممكن تتقسم على يعني كيف يعني مش ممكن تكتب حرف الاس في السطر وتنزل تحت وتقول له سلكت. بسطر تاني كيف هذا الكلام? لو جينا هنا على سفار دبلبر. ما بنفع تقوله كده. بطلع لك ايه? ايش بقول لك ايه? ايش بقول لك? ايش بقول لك? ما عرفها. تمام? لازم كلها تبقى الكلمة اختصار كله في نفس الحاجة. طبعا هو بميز لك اياها بلون تاني لانه كلمة هذي كلمات محجوزة. لو اجينا كمّلنا هنا بقول لك كوز اول يوجوال بليس ان تكون مقروعة الجملة بشكل صحيح. ممكن انت تستخدم داخل الاسيكيوال حاجة بسموها اريثماتيك اكسبريشن زي الزاد والناقص والضرب والقسمة. الزاد جمع. الناقص طرح. الضرب عادي. هذي قسمة بسموها قسمة صحيحة. طلع كيف? معاي. هاي جبنا السلاري. السلاري زايد عشرة. وروح نحطينا برضو عمود السلاري. اذا بروح بجيب لي هنا السلاري والسلاري زايد عشرة. نشوف كيف بتصير هادي. هاي راعت بو اربعة وعشرين الف صار اربعة وعشرين الف وعشرة. طيب لو قل قسمنا هذا على عشرة. ايش بسير انا اربعة شال العشرة. بس يعني في الفين واربعمائة عشرة في الاربع وعشرين الف. عالمية بسير اربع وعشرين بيجيل. تمام? هاد قسمة صحيحة. تمام? هاد اللي انا بس حبيته اكده لكم. اه في عندي انا بسمه using arithmetic operation زودنا ونقصنا الكلام هادة بتستخدم زي ما بدك. يعني انت ممكن تستخدم ضرب وقسمة اللي انت بدك اياه داخل الاسيكيوال لانها هي عبارة عن لغة ضرمجة. زائد عشرة ناطق زائد عشرين. كلها هادة بتنحسب بالشكل هادة. شاهد كيف كانت بالشكل هادة. لو احنا شلنا هادة بيصير عندي السلار زائد عشرة زائد عشرة بالشكل هادة. حتى انت ممكن تحط. عشرة زائد عشرين. بصير ايه كله ايه. ايجا ثلاثين. شايف? هادة بالنسبة لمن? للعنثمة expression operation. هي عندي انه انا ممكن استخدم اقواس اولويات عادي. يعني كيف انت اولى من الجامع والطرح. طبعا هادة بلغة البرمجة اخدناهم left to right نفس الكلام هادة بيقول لك يطبق هنا. طبعا في عندي حاجة بسموها null value. null value بيقول لك null value that is unavailable or unassigned. يعني هي or unknown او قيمة غير معطاة. يعني ما يعني مش موجودة. null value is not same as zero or blank space. نفهم انه null value مش يعني مش عبارة عن زيرو. يعني ما يعني لو احنا جماعنا null مع مع اي رقم. تبديك null. null يعني ما بتتقسم ولا بتنعملها ايه. داخل ايه عمليات موجودة عندنا. نشوف الكلام هادة. وحنا روحنا جبنا salary. جبنا commission percentage. وطبقنا الكلام هادة. طلع كل هادة. ايش معناها? انه الوظف الاسمه ستيفين كينج هادة. اللي رات ب 24000 ما بياخد علاوات. لكن لو انزلنا تحت. بنلاقي هذا بياخد علاوة اربعة بالعشرة. وهذا ثلاثة. وهذا مخاكدة. هذا 25 بالمية. وهذا 30 بالمية مثلا. فهذه علاوات. لكن انا ما بنفع اقول زائد عشرة. طلع لو انا حطيت زائد عشرة على النال. بتتمها نال. او تقفيم او اي عملية. اي عملية مع النال تبقى نال كما هي يعني. اه طبعا اه هنا الكلام بقول لك انه ما بنفعش تعمل كلام هادة لانه كله حيقدي الى ايه? لنال. زي ما انت شايف هنا لما اضرب المعادلات هادة كل العمليات هنا كانت عبارة عن نال. اه هي عندي حاجة بسموها defining column alias. alias معناها اسم مستعار. نشوف كيف بنعمل alias للكولوم. لو انا بدي انا اعمل كلمة. هنا برسنتج. انا بنقوله as bc. اه از كم. كم مشي. تمام? هادي مثلا as. سلا. سلا. فهادي ايش بيصير كلمة as? فهيدي بتتغير في الكلوم name. وانت بتصير هذا متغير بيدل على الكلام هادة. على الكلوم هادة. فانت ممكن تتعامل معاه هنا. يعني هانا ممكن تقوله هانا فاصلة sal زائد عشرة. بيقول لك انه لانه في نفس الجملة. تمام? او salar زائد عشرة. انا اهسر. فهدي اه? هادي معناها انه انت بتتعامل مع اسم مستعار. الاسم المستعار احنا ممكن نحطش اه نحطش as. كده. يعني طلع كيف? قبلها. بس معنى ذلك انه 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 لو حطيت space وحطيت اختصار انه هادي الاس للي سبقها. او لاي عملية سبقتها. طلع زائد عشر صار عندي سال. تمام? هنا لو كانت الجملة طبعا بيجي بتطرق الها هنا. بقولك في حالة انه الجملة او الالياس في قلبه space حطه بين. يعني انه هادي حطها بين double question ليش? لانه في قلبه ماش space. او name. بدك لها نفس نفس الشيء هنا. نفس الشيء ما بيختلفش عنه اي حاجة. يعني هنا ممكن نحط هادي. كده. ممكن نحط كده. نحط space space space. شايف كيف? نفس الحاجة. بس لو انت افضل اليك ايه? اللي احنا متعودين ما نكتبش بال double quotation اللي هي موجودة هان متعودين نحطها as ونكمل عليها على طول. هي عندي حاجة بسموها concatenation. concatenation operator. concatenation معناها انه عندي two variable بدي انا اعملهم في نص واحد. تمام? اه طبعا كيف هادي? لو اجينا هانا نجيب مسار. لو انا هانا بدي انا اجيب اه لو مساحنا كده. الفيرس نيم واللاست نيم. بدي نحطهم concatenation مع بعض. ايش يعني كون concatenation مع بعض? بصير ايش? as full. طبعا يعني لو انت بدك تستخدم double quotation ونقوله full name. فبصير عندي هادي الفيرس نيم full name. بطلع كيف? ما اخدش space هنا. لو انت بدك تعمل space بتحط كمان concatenation وبتحط ايه? بينهم ايه? single dash بالشكل هذا. احط space اللي انت عاود. او احط الكلام اللي انت عاوده لانه هو بعمل نص مع نص. تمام? وهنا لو حطينا احنا هنا كلمة mister. احطينا concatenation بيصير هادي ايه? بالشكل هذا. مستر ايلين اه كده. فل وهادي صار ايه? full name بالشكل هذا. تمام? هذا اللي هو للكلام اللي احنا بنقوله بالنسبة لمن? للكون كادي نيشن. اه في عندي هادي الليترال مش دائما بتستخدم بقولك لو انت عاوز اه تستخدم اه الكلام تاني بالنص بتحطه بالتو الليترال اللي هو single quotation بالشكل هذا. اه في عندي حاجة بسموها alternative code. لو انت بدك تكتب. طبعا هنا بدك تتميز الكومة هادي عن الكومة هادي فبتحطو لها جابلها بحط q. q بالشكل هذا فانه انه هانا بصير عندي طبعا لو عملنا نسخ هنا هونغا بشيل لك اللي ايه? بعمل ignore للسينجل اه كومة هادي اللي موجودة. في عندي حاجة بسموها double key throw. ايش عن double key throw? لو انا عندي ايش يعني متكرر وبتمع تكراره. شوف ايه متكرر. هي select department id from department departments. ها لو عنا كتبتها غلط. احطتكم اه بقول ليه? في error. ال error بقولك table or view does not exist. يعني ال table هادا اللي انت بتحكي عنه مش موجود. فانتك تكتبه بشكل صحيح. وعملنا run. فبجيب لطلع هنا عشرة عشرين تباتين اربعين خمسين ستين سبعين تمانين بشكل هذا. طبعا هنا فيش فيش فيها تكرار. تمام? لو عدينا ال row. اكم دائرة عندي? 27 طيب. لو غيرنا اسم الجدول وكتبنا employees. طبعا رقم الدائرة في جدول employees عبارة عن foreign key. نشوف بتكرر او انا بتكرر اضيش? طلع تسعين 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 تسعين. طب ايش معنى هذا? معناها انه الدائرة تسعين فيها تلات موظفين. طيب. انا ما بيش هتكرر انا بداعرف اكم دائرة موجودة عندي. لو انا عند الدوائر هادول. فبطلع عند مية وسبعة. وهم في الاصل اكم دائرة? 27. مدائرة فيها موظفين. مفروض ان اعمل هنا. يعني ما تكرر الكلام هادا. ان عندك امروه رجع. فاثناش. اتناعشر دائرة فيها موظفين. والباقي ما فيش فيه موظفين. هذا يعني ممكن احنا سفيد منها. طب نجيب حاجة تانية فيها تكرار. لو انا عاوز الجملة هادة توقف ما تطبق هاش الكمبالر و ستكى كومنس بحط ناقص ناقص قبلها. هذا بس سنجل لاين. لو ملتلاين بحط سلاش نجمة كده. فانا بكتب ايش هنا. ما ملهاش اي قيمة. نكتب جملة select. select. بدي اجيب last. ام. روم. امبليز. اجيب الاسم الاخير من الامبليز. لو اجينا هنا. طلحين. بدي عدهم. كاونت. مية وسبع. طب لو خطيت. وعديتهم. مية واثنين. معناها انه في عندي خمس موظفين لهم نفس last name. فما ما كررهم عدهم مرة واحدة. بعدهم مرة واحدة. ليش المكرر ما بيعدو. اتمنى تكون وضحة هادة. اذا لعشان ما تمنع التكرار. يعني ما بتعد بدون تكرار. اه في عندي ديب الستركتشار. لو انت مش عارف. اه تجيب الستركتشار تبع التابل. ليش عن البنية تبع التابل. فانت بتحتاج انت طبعا هنا بال. لو احنا رحنا على الاتش ار. بيوضح لك التابلز اللي موجودة عندي. طبعا انت روحت على الامبليز هاي الستركتشار تبعه. لو انت مش موجودة عندك هادة. وبدك يطلعهم هنا فبتقول له select او خلع. انا ايضا ارجع لك? وكل اشي عنه. تمام? كل اشي عنه بشكل هذا. هاي كذا نطنل والكنسترينز تبعه. او تكتب كلمة نفس نفس الحاجة. تمام? هادي نقطة. نرجعنا مين? بالسلايتز. هادي ديسبلين تابل استركتشار هيك احنا بنكون خلصنا الدرس الاول ولكن ببقى لنا شيء بسيط. اللي هو ترتيب البيانات. طلع select first name and last name and salary from employees هيك ما احنا بنجيب البيانات. تبعه الموظفين. انا عاوزهم مرتبين حسب ايش? الاسم. فانا بقول هانا عندي order order buy. ترتب بوسط ايش? اقوله first name. طبعا في عندي نوعين للorder buy. في عندي ascending. في عندي descending. ascending معناها ترتيب تصاعدي. وهالترتيب تنازلي. تمام? احنا بنطبق الكلام هذا. قلت له هو by default تصاعدي. نيجي نعمل run. فبنلقع من ايه ل مين? لزد. لازل ايشي w. لكن لو انا قلت له descending. فهي بيجي من w ل كذا. تمام? هذا الكلام طبعا ينطبق على اللي هو النصوص وبنطبق على الارقام. يعني انا قلت له هنا buy salary. هنا معناها انه رتب اه حسب الراتب من الاكبر للاصغر. من الاكبر للاصغر. لو انت عملت له ascending. هيك بيجيب من ايه? من الاصغر ل مين? للاكبر. هذا وبالله التوفيق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونراكم ان شاء الله في محاضرة اخرى خاصة بالاسيكوان.